ما هو مؤسف أنه الباتريك ساكو كان قد وافق على بيئ هذه الأراضي لأحد الطرف الآخر هو اسمه سيد عبد الزهرة وأنا في وقتها كنت تحدثت بهذا الموضوع وقدمت أوراق وحتى بسبب كشفي هذه الحقائق حتى الباتريك نيوس ساكو زعل مني وكان قدم علي صحيح أنا أثر هذا الشيء هاي الشك والقضائي قال أكو مشكلة مع لويس ساكو هي هاي المشكلة الرئيسية نعم هي المشكلة شوفي سيدة الكريمة أنا كسياسي لازم أتبنى وضوح وصدق أريح ضميري وأكون صادق مع شعبي ومع المجتمع الجولي ومع الحكومة العراقية حقيقة أنا شخصيا كجوزيف سليوة ضد بيع ممتلكات الكنيسة بأي شكل من أشكل لأسباب التالية أولا هذه الممتلكات هي تعود للدولة من أساس هي عائدة للدولة نعم أو هذه الأملاك منحت من قبل مؤمنين مسيحيين للكنيسة نعم بالتالي بأي حق رجل الدين يجي يبيع هذه الأملاك وبالتالي نخسر الأراضي يعني أولادنا وأحفادنا هم الأولى بها يجب أن تتحول إلى مناطق سكنية أو مجمعات سكنية على الأقل نساعد الناس الذين يقول عليهم لا تهاجروا لا تغادروا بلدكم شباب ما عدتهم إمكانيات نزوجهم ونحطهم في هذه المجمعات السكنية ولكن سيد ساكو وافق على بيع أراضي كثيرة حقيقة هذا أخطاء يعني أحنا ما نقدر نحمل أخطاءنا الآخرين فبالتالي أنا أعترضت على هذا الموضوع وكشفت بعض الحقائق فهذا كان قد أغضب سيد لويس ساكو وكان أقام عليه دعوة قضائية ولكن بسبب إثباتات قدمناها وإلى آخره هو سيد ساكو خسر القضية والطرفة أقولها رجل دين كان قد طالب مليار دينار عراقي من جوزيف سليوة تعويضا نفسيا يعني ما صار أنه رجل دين أو شخصية معنوية تطالب سياسي بتعويضات مادي يعني عليك حال طيب فهذه كانت باختصار شديد ما أريد أخوص تفاصيلها هذه كانت الأسباب زينهايل أريد أننا ما أقول حاليا بهذا الموضوع كم عدد الكنائس التي بيعت أو استثمرت جنابك أيضا اتهمت بوقتها جهات دينية داخل الوقف بالتواطئ في بيع الكنائس وهدمها في العراق صحيح كنيستين في بصرة وكنيسة في شورجة وأحد الأديرة في بغداد في الدورة نسميه على السيتشة كنا نسميها على السيتشة أنا كنا أدرس به هذا الدير فترة وجيزة طبعا فترة قليلة فهذا الدير أيضا تحول إلى استثمار أعتقد تحول إلى مستشفى وكان أكون هناك هذا المقاطعة التي جنابك ذكرتها وكان أكون هناك بعض الأراضي كان يراد لها أن تباع ولكن بعدما لحينا على السلطات أنا شخصيا قاعدت مع الوزير العدل وطالبت بحماية هذه الأراضي التي هي بالأصل تعود إلى الكنيسة وبالتالي تعود إلى الدولة وإلى الشحب هي ليست ملك الرجل الدين أن يأتي تصرف بها فهناك توقفت إلى حد كبير بيع الأراضي والكنائس وما تحتويه من أملاك الوزير نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر